اشتركوا في القناة هذه الشاشة واسأل الله سبحانه وتعالى نجعل العمل أخلص الوجه الكريم اليوم نتكلم على واحد قضية مهمة جدا في زماننا هذا بالخصوص وقد كان الأمر كذلك في الإزمنة الماضية هي من الأخلاق من القيم الكبيرة من القيم الكبيرة لعند المسلمين وهو ما يعرف باحترام المخالف انت وحد السيد مخالفين مختلفين مختلفين يعني ممكن تكونوا من دين واحد ولكن عندكم أراء مختلفة من القيم الكبيرة واحترام مخالفة ما تسبش ما تشتمش ما تعيبش انا عندي رأي في شيء قضية وانت عندك رأي وخصصا ما يكون هذا الكلام بين العلماء بين العلماء وبين ناس كيتكلموا في الدين لا يجوز انك بدأت عيب عيب الله ماشي أخلاق ماشي أخلاق ديال العلماء وانتناطحون تسابون كفرون بدعون فسقوا هذا ما بين وعيضا لما نكون حتامة واحد يعني الاختيارات دياله عربانية 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 منين تلقى ونقعدو في حيو طبلة ديال الحوار انا نقول رأي ديالي وكي امني ايش هو يرضا ولا ما يرضاش ولكن نحتارمو ما معنا نحتارمو بني كون يدوي نسكت نتسنط شوف شكي يقول ولو اني مخالف معه ولو اني كن اعتقد انه على ضلال منتسنط له حتى نكمل كلامه حاجة واحدة ممكن قبل اش منه هو انه بني كون يدوي يحبسني او بني يكون يدوي بداي عيب فتكشير كن اعتقد فيه ابدا وبدأي حطم النور حقرم النور هذا الثاني ثالث لم يكن ماشي من ماشي من اهل الدين لانها يهودي ولا نصراني مثلا ولا بودي وكانت تكلموا في شي قضية مرتبطة بالتديون مرتبطة بالامور ديال الدين مرتبطة بالعلاقة بالاخر تيخصني نحتارمو علاش لانا سيد ربي ولي امرنا بذلك فقال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا بالتي هي احسن كما قال لينا وحنا كنتوجه بالوعظ والارشاد الخوتنا المؤمنين ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظات الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن كنت جادلوا كنت تقول الكلام ونقول الكلام كنت تردوا ولكي بالأدب وبالاحترام وبالتقدير ولا تجادلوا الكتاب الناب التي هي احسن الا الذين ضراموا منهم هذه كلية تعدوا وسنوقفهم عند حدهم قفوا هذا حق بشروع لكل انسان فاحترام مخاليف كي يعطيه واحد لمساحة لانتبادل الاهراء مبني على واحد القضية مهمة جدا له يقول الله تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحمة ربك ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم يعني لشي عليش خلقهم الله تبارك وتعالى في الدنيا غضيهم القيام امر اخر لان هنا في الدنيا رب يعطينا حرية الاختيار سيد ربك يقول لنا وقل الحق من ربكم فمن شاء في اليومين ومن شاء في الكفور انا اهتدنا للظالمين نارا نحاط بهم سوراتي قوة وين يستغيتوا ويغاتوا بما ينكلموا وليه شو نوجه بيس الشراب وساءت مرتفقة اي غداهم القيام غداهم الحساب في معنى ان نقوله الحق وندعو الناس للحق واللي بغاي امني امن واللي بغاي امن لك شي يشغلو ولكن كنقوله شارع عندك الحق تكفر لا ما عندكش الحق تكفر ولكن عندك الحق تختار لان ما نقول لك عندك الحق تكفر عندك الحساب لا كين الحساب عندنا رب الحساب ولكينة في الدنيا انا رب يخلقناه كدا انا رب يخلقناه كدا فاحترام مخالف شيء مهم جدا منين كيجي كيجي من قوة الاقتناء ديالي انا بدك شي لك نقول من القوة ديالي نخليه نعطيه المساحة كبيرة ومن سبوه ومن شتبوه ومن عيبه ونخليه منين كون كندويعنا وياه يقول اللي بغاي بشرط واحد احترمني واحترم المعتقد ديالي فقط واحترم العقيدة ديالي واحترم الدين ديالي ويبسرش عليها وفي نفس الوقت نطليه النبي صلى الله عليه وسلم شي مرة هو يدعو كفار قريش مرة كل متلى قام كيدي معهم واحد المرة يعني جمعوا كفار قريش قالوا اجي هدوك السناضي الكبار هدوك الناس يعني الكبار ديال القوم قالوا له قالوا اجي ندويوا معاه ربما عرضوا عليه شي امور اللي بغاي يتخلى على هدوك وفعلا صفته واحد اللي عنده وقالوا اش تسمع مني قالوا اسمع منك وقعد النبيكي تسنط لي قالوا الى كنت مريض ندويك ولا بغيتي المال لك نعطيك ولا بغيتي المال لك نعطيك تسنط له اللي بيحتاج كمل قالوا هل انتهيت قالوا اجي ندويك قالوا اجي ندويك تسمعوا مني قالوا اجي ندويك قرع لي شي من القرآن لاخر تسنط ومشال عنده يقول لي مدير هدو السيد خليوه خليوه هدو السيد هذا خليوه إلا إلا انتشر الأمر ذي نفى ملكه وملككم ولقدوا عليه الناس خرين كفاكم قالوا له قد سحرك محمد إذن هكذا المحترام مخالف شي شي حاجة كبيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبولنا وأن يشعلنا من الذين يسمعون قالوا في انتبئون أحسنة إلى لقاء الآخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته